إذن الحديث عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر والملفات المطروحة على طاولة القادة العرب ينضم إلينا عبر سكايد من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة راوي دكتور نعمة مرحبا بكم يعني كما استمعت سبعة من القادة العرب غابوا عن القمة العربية في الجزائر بحجج ومبررات مختلفة لكن البعض يقول أن سبب الغياب هي إيران كيف تنظر إلى ذلك؟ بك أخي الكريم وبقناتكم وكل مشاهديكم الحقيقة قضية إيران ليست قضية جديدة في الوسط العربي في الفعل العربي قضية إيران قضية شائكة لها أطماع في الوطن العربي وليس هو هذا السبب كما أعتقد أنه غياب وإنما هناك رؤى واختلافات كثيرة حول وجهة نظر ذاك الشخص أو هذا القائد أو ذيك الدولة تجاه إيران بعض الدول مع الأسف الشديد كأنما تدافع عن إيران أكثر من إيران نفسه ولذلك جميع الحلول المطروحة لقضية التدخلات في الوطن العربي أخي الكريم لا أعتقد لها نصيب من النجاح ليس لها نصيب من النجاح دكتور نعمة هل ستؤثر غيابات بعض القادة العرب على موضوع القمة ومخرجاتها؟ تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد أكيد تأثر ولكن ليس بما نتصوره سيد الكريم نحن أبناء هذه الأمة ويعني من خلال هذه القمة الواحدة والثلاثين كيف كل هذه السوابق أنه لم تحل قضية التجاوزات الإيرانية أو التنمية أو الفعل الاقتصادي سواء غاب هذا أو حضر ذاك الكل مشارك في قتل وتدمير الأمة العربية سواء اللي حضروا أو اللي كانوا موجودين دكتور نعمة هذه الخلافات التي تضرب الصف العربي لماذا لا نرى مبادرة لحلها خاصة أن القمة أطلقت على نفسها لم الشمل ما السبب الحقيقي وراء ذلك؟ يعني أنت وأنا وكل الأمة العربية أنه تفرح لمثل هذا الشعار الرنان الجميل الذي له طعم خاص ولكن نحن نريد تنفيذ نحن نريد ممارسة نحن نريد عمل وتطبيق أنا مع الأسف الشديد أستاذ الكريم الآن حزب الشيطان حزب الله وإيران ترسل طائرات مسيرة إلى جبهة البوليساريو نعم لها فعل ولها دور في تمزيق الصف المغربي الجزائري أين الأمة العربية؟ لماذا نسمح لهؤلاء يتدخلون؟ لماذا؟ الجزائر العربية المغرب العربية نعم يجب أن يتكاتف العرب القادة العرب على أن يضع لهذا التدخل القدر الإجرامي بحق الأمة العربية دكتور نعمة يعني الأزمات في فلسطين والعراق وسوريا واليمن هي على طاولة الاجتماعات القمة لكن هل تعتقد أن قمة تستمر يومين بإمكانها أن تضع حلول ورؤية لهذه الأزمات المتعددة والمستعصية منذ عدة سنوات؟ هل هي كفيلة بأن تحل كل هذه المشاكل؟ أنا أعتقد لا يوم ولا يومين ولا عشرة ولا عشرين ولا شهر ولا شهرين يراد مؤتمر بمصارحة ومكاشفة بين القادة العرب سواء لمدة شهر أنه ما يخرجون خلال هذا الشهر إلا بقرار عربي موحد نحن ما نقول مئة بالمئة وإنما يكون هناك تقارب مشترك متطابق حول كثير من القضايا العربية منها التدخلات الأجنبية في الشأن العربي الأمن الغدائي الأمن الاجتماعي وإلى آخره والقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية مع الهسف الشديد يعني أهملت من قبل القادة العرب لماذا؟ لأن نشأنا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم القضية المركزية أين هذه الشعارات الجميلة في الوقت الذي كان جميل أيضاً؟ دكتور نعمة كما تعرفون التدخلات الإقليمية الخاصة بشأن الدول العربية لا يعني ربما أو أكيد أنها تشكل خطراً على الأمن القومي العربي هل هناك ضعف من القادة على مواجهة هذه الأخطار؟ أستاذي الكريم أنه إذا العراق يرسل أخذ هذا نموذج صارخ لمدى هشاشة الوضع العربي الحالي إذا العراق يرسل ممثل له عن المجلس الوطني البرلمان ويريدون يدينون التدخل الإيراني فتقف ممثلة العراق ضد هذا البيان ما هكذا تورد الإبل ما هكذا تنشئ الدول إذن هم يدافعون عن إيران أخي الكريم أكثر من إيران أن يدافع عن نفسه عبر السلام من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية نأسف للذيق الوقت الدكتور نعم الراوي شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم